الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأنصاره الطيبين الطاهرين وارض اللهم عنا معهم أجمعين اللهم أمين وبعد في لقائنا المتجدد في شرح صحيح الإمام العالم الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه وصلنا في المختصر إلى الباب التاسع والثلاثين بعد الثمانمائة باب المعراج في الباب حديث واحد هو الثمانون بعد التسعمائة عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصاه رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم حدثهم عن ليلة أسري به قال بينما أنا في الحطيم وربما قال في الحجر الشك من الراوي والحطيم هو الحجر هو المكان الذي بني بارتفاع قصير عن ارتفاع الكعبة لكنه داخل في الكعبة مضجعا إذ أتاني آت فقط قال وسمعته يقول فشق ما بين هذه إلى هذه قال الراوي من ثغرة نحره إلى شعراته يعني إلى أسفل بطنه فاستخرج قلبي ثم أتيت بطسط من ذهب مملوئة إيمانة فغسل قلبي ثم حشي ثم أعيد ثم أتيت بدابة دون البغل وفوق الحمار أبيض قال الراوي وهو البراق يضع خطوه عند أقصى طرفه فحملت عليه فانطلق بي جبريل حتى أتى السماء الدنيا فاستفتح فقيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد أرسل إلي قال نعم قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء ففتح فلما خلصته فإذا فيها آدم فقال هذا أبوك آدم فسلم عليه فسلمت عليه فرد السلام ثم قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح ثم صعد حتى أتى السماء الثانية فاستفتح قيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد أرسل إلي قال نعم قيل مرحبا فنعم المجيء جاء ففتح فلما خلصت إذ يحيا وعيسى وهم ابن الخالة قال هذا يحيا وعيسى فسلم عليهما فسلمت فرد ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح ثم صعد به إلى السماء الثالثة فاستفتح قيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد أرسل إلي قال نعم قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء ففتح فلما خلصت إذ يوسف قال هذا يوسف فسلم عليه فسلمت عليه ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح ثم صعد به حتى السماء الرابعة فاستفتح قيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد أرسل إلي قال نعم قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء ففتح فلما خلصت إلى إدريس قال هذا إدريس فسلم عليه فسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح ثم صعد به حتى السماء الخامسة فاستفتح قيل من هذا قال جبريل قيل من معك قال محمد قيل وقد أرسل إلي قال نعم قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء فلما خلصت فإذا هارون قال هذا هارون فسلم عليه فسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح ثم صعد به حتى السماء السادسة فاستفتح قيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد أرسل إلي قال نعم قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء فلما خلصت فإذا موسى قال هذا موسى فسلم عليه فسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح فلما تجاوست بكى قيل له ما يبكي قال أبكي لأن غلاما بعث بعد يدخل الجنة من أمته أكثر من من يدخلها من أمتي ثم صعد به حتى السماء السبعة فاستفتح جبريل قيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد بعث إليه قال نعم قيل لا نعم قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء فلما خلصت فإذا إبراهيم قال هذا أبوك فسلم عليه فسلمت عليه فرد السلام قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح ثم رفعت رفعت لي سدرة المنتهى فإذا نبقها مثل قلال هجر وإذا ورقها مثل آذان الفيلة قيل قال هذه قال جبريل هذه سدرة المنتهى وإذا أربعت أنهار نهران باطنان ونهران ظاهران فقلت ما هذا يا جبريل قال أما الباطنان فنهران في الجنة وأما الظاهران فالنيل والفرات ثم رفع لي البيت المعمور يدخله كل يوم سبعون ألف ملك ثم أتيت بإناء من خمر وإناء من لبن وإناء من عسد فأخذت اللبن فقال هي الفطرة أنت عليها وأمتك ثم فرضت علي الصلوات خمسين صلاة كل يوم فرجعت فمررت على موسى فقال بما أمرت قلت أمرت بخمسين صلاة كل يوم قال إن أمتك لا تستطيع خمسين صلاة كل يوم وإني والله قد جربت الناس قبلك وعالشت بني إسرائيل أشد المعالجة فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك فرجعت فوضعت عني عسرا فرجعت إلى موسى فقال مثله فرجعت فوضع عني عسرا فرجعت إلى موسى فقال مثله فرجعت فوضع عني عسرا فرجعت إلى موسى فقال مثله فرجعت فأمرت بعشر صلوات كل يوم فرجعت فقال مثله فرجعت فأمرت بخمس صلوات كل يوم فرجعت إلى موسى فقال بما أمرت قلت أمرت بخمس صلوات كل يوم قال إن أمتك لا تستطيع خمس صلوات كل يوم وإني قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك قال سألت ربي حتى استحييت ولكن أرضى وأسلم قال فلما جاوست ناداني مناد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي هذا هو الحديث الذي جاء في المعراج في الصحير معناه أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم حدث أصحابه عن قصة عروجه إلى السماء في تلك الليلة المبارك فذكر لهم أينه أنه بينما كان مضجعا في الحطيم وربما قال في الحجر وحجر إسماعيل وهم بمعنى واحد الحطيم والحجر بمعنى واحد جاءه ملك فشق صدره من ثغره يعني من هنا إلى نحره من ثغر نحره إلى شعراته أي شق ما بين شق ما بين الثغرة التي في الرقبة إلى عانته فاستخرج قلبه الشريف وغسله بماء زمزم ثم جاء بتصطي ذهبي مملوء إيمانا ويقين فأفرغ في قلبه في رواية ثم جاء بتصطي من ذهب ممتلئ حكمة وإيمان فأفرغه في صدري ثم أطبقه وإنما غسل قلبه الشريف وملئ إيمانا ويقينا إعظاما وتأهبا لما يلقى هناك تماما مثل الوضوء إلى الصلاة لمن كان متنظفا وكذلك التوبة هي تغسل القلب من الذنوب والآثام ثم جاءه جبريل بالبراق داب بيضاء أصغر من البغل وأكبر من الحمار ذات سرعة غريبة تخطو الخطوة الواحدة فتضعها عندما انتهى ما يراه البصر فهي أسرع من الضو أسرع من الضو سرعة عجيبة جدا ركب النبي صلى الله عليه وسلم تلك الدابة وطارت به إلى بيت المقدس التقى هناك بالأنبياء عليهما الصلاة والسلام صلى بهم إماما ثم انطلق مواصلا رحلته إلى السماء ابن أبي جمرى قال خصة صلى الله عليه وسلم بركوب دابة البراق زيادة له في التشريف والتعظيم لأن غيره من الدواب يعني يقدر غيره على يعني ملكه والتمتع به من الخيل والأشياء دي لكن البراق لم ينقل أن أحدا ملكه وتمتع به لم ينقل أما لماذا لم يعطى النبي صلى الله عليه وسلم قوة حتى يصعد بنفسه فإنه لو صعد بنفسه لكان ماشيا على رجلي والراكب أعز من الماشي يوم نحصل المتقين إلى الرحمن وافد ركوبة فأعطي البراق ليركب عليه يكون أعز وأشرف كما أفاده ابن أبي جمرى ظاهر حديث الباب إن النبي صلى الله عليه وسلم ركب البراق في الإسراء والمعراج معا لأنه لم يذكر غيره وجاء في رواية أنه صلى الله عليه وسلم أسري به على البراق وعرج به على المعراج ومصعد بين السماء والأرض لا يقال كيف هو ولا عل أي صورة هو لأن لا نعلم حقيقته صعد عليه النبي صلى الله عليه وسلم من بيت المقدس بصحبة جبريل عليه السلام حتى أتى السماء الدنيا السماء الأولى سميت بذلك لأنها أقرب السماوات إلى الأرض فاستأزن جبريل من الملائكة هناك وطلب منهم أن يفتحوا له وذا يذل على الاستئذان دائما لما نذهب إلى الناس لا بد أن نستأذن فاستأزن جبريل من الملائكة هناك وطلب منهم أن يفتحوا له فسألوه من أنت عرب بنفسك ومن معك فأجابهم أنا جبريل ومعي محمد فسألوه هل أمر بالعروج قال نعم رحبوا به واستقبلوا بحفاوة وكرم وهم يقولون مرحبا به فنعم المجيء جاء أي فقد كان مجيئه مباركا محمودا فلما فتحت السماء الدنيا وجد فيها أبو البشر وأبو الأنبياء جميعا آدم عليه السلام وعرفهما جبريل ببعضهما وتبادل التحية وارحب به أبوه آدم ثم صعد إلى السماء الثانية فالثالثة فالرابعة والتقى فيها بالأنبياء آدم ويحيى وعيسى ويوسف وإدريس وهارون وموسى وإبراهيم عليهم الصلاة والسلام أجمعين يسلم عليهم ويسلموا عليه واستمر في رحلته قال النبي صلى الله عليه وسلم فلما تجاوزت أي لما تجاوزت موسى بكى قيل لهم ما يبكيه قال أبكي لأن غلاما بعث بعد يدخل الجنة من أمتي أكثر مما يدخل من أمتي ولم يكن بكى موسى حسدا لأن الحسد منزوع من ذلك العالم السموي ومنزوع أصلا من قلوب الأنبياء وإنما أسفا على ما فاته من الأجر بسبب ما وقع من أمته من كثرة المخالفة قال صلى الله عليه وسلم ثم رفعت لي سدرة المنتهى فإذا نبقها مثل قلال هجر جرار كبيرة الجرة التي يقال عنها في البلاد المصرية الزلعة أو الإناء الفخار الكبير تسع قربتين وإذا ورقها كآذان الفيلة لم يتجاوزها أحد سوى نبينا صلى الله عليه وسلم ولذلك سميت سدرة المنتهى قال النبي صلى الله عليه وسلم وإذا بأربعة أنهار نهران ظاهران ونهران باطنان أي وإذا بتلك السدرة ينبع من تحتها أربعة أنهار تجري في الجنة نهران منها باطنان أي لم يرهما أحد من البشر لأنه لا يرهما أحد إلا في الدار الآخرة وهم السلسبيل والكوثر ونهران منهما ظاهران نراهما في الدني وهم النيل والفرات ومعنى قوله فقلت ما هذا يا جبريل قال أما الباطنان فنهران في الجنة وأما الظاهران فالنيل والفرات قال صلى الله عليه وسلم ثم رفع لي البيت المعمور فإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألف ملك فلا يعودون إليه مرة أخرى وفي السماء السابعة حيان الكعبة يعني فوق الكعبة قال صلى الله عليه وسلم ثم أتيت بإناء من خمر وإناء من لبن وإناء من عسل فأخذت اللبن وقال هي الفترة التي أنت عليها وأمتك حفظ بن حجر يقول أي دين الإسلام يعني أن هذا الشراب الذي اخترته هو الشراب الطيب الموافق لدينك وشريعتك والموافق للطبيعة البشرية لأن أول شيء يدخل بطن المولود وشقأ معاؤه ويغذي جسمه أثناء طفولته ويكون له غذاء ودواء وشفاء أثناء وسقاء أثناء الرضاعة بخلاف الخمر فإنها شراب خبيث بيفتك بشاربه صحيا وجسميا أما العسل فقد شرب منه النبي صلى الله عليه وسلم قليلا قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم فرضت علي الصلاة خمسين صلاة كل يوم فرجعته فمررت على موسى قال بما أمرت قال أمرت بخمسين صلاة كل يوم قال إن أمتك لا تستطيع خمسين صلاة كل يوم أي لا تقتل على ذلك وإني والله قد جربت الناس قبلك يعني بني إسرائيل وآلشت بني إسرائيل أشد المعالجة عنيت منهم كثيرا جدا فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك التنقيص من عدد الصلوات حتى تيسر وتسهل عليهم ليتمكنوا من أداء ما فرض الله عليهم دون مشقة أو عنا فرجع فوضع عني عشرا أي فلما عدت إلى ربي وسألته التخفيف نقص عني عشرا من الخمسين فصارت أربعين فرجعت إلى موسى فقال مثله إيه فلما رجعت إلى موسى أخبرت أن الله قد وضع عني عشرا لم يكتفي بذلك إنما أعاد علي قوله الأول فقال لي إن أمتك لا تستطيع أربعين صلاة كل يوم فرجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك قال صلى الله عليه وسلم فرجعت فوضع عني عشرا فصارت ثلاثين فرجعت إلى موسى فقال مثله أي قال لي ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فرجعت إلى ربي فضع عني عصرا فصارت عشرين صلاة فرجعت إلى موسى فقال مثله أي مثل قوله الأول فرجعت إلى ربي فأمرت بعشر صلوات في اليوم والليلة قال النبي صلى الله عليه وسلم فرجعت إلى موسى فقال مثله أي فقال لي ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك فرجعت فأمرت بخمس أي فأمرني الله تعالى بخمس يعني فصارت خمس صلوات في اليوم واستقر الأمر على ذلك حيث قال الله تعالى أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي أي نفذت حكمي وجعلت الصلاة خمسا تخفيفا على عبادي من هذه الأمة المحمدية فلله الحمد والمنة وأعطاه العجر الأجر لكل صلاة بعشر فقه الحديث يذل على أولا إن من المعجزات العظيمة الثابتة لنبينا الكريم صلى الله عليه وسلم معجزة الإسراء والمعراج والمعراج حق الإمام أبو حنيفة في الفقه الأكبر يقول وخبر المعراج حق فمن رده هو ظل مبتدع الإمام القاري في شرحه عليه يقول من أنكر المعراج ينظر إن أنكر الإسراء من مكة إلى بيت المقدس فهو كافر ولو أنكر المعراج من بيت المقدس لا يكفر معجزات العظيمة الثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم معجزة الإسراء والصحيح والمعراج وسأنهما واقعات في ليلة واحدة قبل الهجرة بسنة وإنما كان بعد رجوع من الطائف ليكون في ذلك تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وتقوية لنفسه الشريفة على ما يواجهها من المصاعب وقد روية قصة الإسراء والمعراج عن كثير من الصحابة وعدد منهم في المواهب اللدنية 26 صحابي 26 صحابيا واختلف السلف والخلف هل كان الإسراء بالروح فقط أو بالروح والجسد معا الصحيح أنه بالروح والجسد هذا هو الذي عليه الصحيح وهذا هو الراجح كما هو معلوم وذلك نعمة من الله سبحانه وتعالى بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ثانيا بيان الزمان والمكان الذي فرضت فيه الصلوات الخمس الزمان هو ليلة الإسراء والمكان هو السماء العليا العبادة الوحيدة التي فرضت في السماء كل العبادات أرسل الله جبريل إلا الصلاة عرج بالنبي إلى السماوات العلا في السماء السابعة عند صدرة المنتهى ثم فرضت عليه وعلى أمته وهذا إظهارا لفضلها وشرفها تحافظ على الصلوات وصلوا الصلاة الحقيقية لأننا عندما نخرج من قبورنا يكون كل وعد فينا تنتظر ذنوبه يحملها فوق ظهره فتخففوا من هذه الذنوب بالصلاة التي فرضها ربنا سبحانه وتعالى خاشعة المخلصة قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وفي معنى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام العبد بين إيذي ربه مصليا تتحات عنه ذنوبه تتحات تنزل ذنوبه فتخففوا منها بإحسان الصلاة وخشوعها وأدائها كما أداها حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ترجمة نانسي قنقر